كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن توجه حكوميا لزيادة نسبة الرسوم الجمهورية لتصل إلى 300% على السلع التي ينتجها لبنان وذلك بهدف تعويض الحاجة لإلغاء قانون الكابيتال كونترول على الرسوم الجمهورية الارتفاع 300% هو فكرة للاستعادة عن الكابيتال كونترول على الأموال الفرش بالمصارف أجت فكرة أنه منطبق كابيتال كونترول على المصارف تشمل الأموال الفرش بدل واحد قدر يسحب الداخل ولكن تمنع التحويلات إلى الخارج فأجت فكرة حتى ما نوصل لهذا الموضوع يلي طالبه صندوق الناد منروح على 300% على الرفع للرسوم الجمهورية على الأصناف يلي تنتج في لبنان أما فيما يتعلق بالرسوم فهي تفرض فقط على كل سلعة ينتجها لبنان ويتم استيرادها من دول الخارج فيما تعفى كل سلعة لا يوجد إنتاج موازن لها في السوق اللبنانية يعني إذا في لبنان نصنع أحزية فورا وتلقائيا أي حزاء يأتي من الخارج يخضع لرسم جمره كتة 100% يعني إذا كان يخضع لرسم 20 دولار الحزاء أو 30 دولار يصبح الرسم جمره كتة فورا حكما 60 دولار إذا سيارة لا يجمره كـ 10 ألف دولار بيضل 10 ألف دولار لأنه ليس هناك من مصانع ويعود اقتراح ورفع نسبة الرسوم إلى رغبة الدولة في تعزيز عائدات الخزينة وتقليص العجز المالي الحالي وهذا مبدأ لإبقاء وإنعاش خزينة الدولة وتخفيض العجز والتعويض عن العجز والاستعادة عن الـ capital control على الأموال القادمة حديثا إلى لبنان تبرز هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة للتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة ترجمة نانسي قنقر